اشتركوا في القناة مجدد لكم مشاهدين الكرام أحر تهاني مؤسسة التلفزة التونسية وأطيب الأمان بهذا العام الجديد وكل عام وتونس بألف خير ومع استقبال السنة الإدارية الجديدة شهدت ليلة أمس مختلف وانيقات المرورية تكثف عمليات المراقبة بمشاركة مختلف الأسلاك الأمنية وكان المرصد الوطني للسلامة المرورية في الموعد في طار حملة تتواصل منذ أيام في مختلف جهة الجمهورية هي الحركة المرورية المكثفة في مثل هذه الساعات تزامنا مع الاحتفالات باستقبال السنة الإدارية الجديدة تكثفت عمليات المراقبة ليلة أمس بمشاركة مختلف الأسلاك الأمنية في عديد النقاط التي تشهد ارتفاع وطيرة الحركة المرورية هدفها تأمين حياة التونسيين في مثل هذه المناسبات خاصة أن الإحصائيات تشهد لارتفاع عدد الحوادث المرورية القاتلة المرصد الوطني للسلامة المرورية كان في الموعد في إطار حملة تتواصل منذ أيام في مختلف جهة الجمهورية دعوة ذات كذلك من خلال الحملات هذه نوجهها إلى مستعملية طريق حول الابتعاد على مخالفة الفرات في السرعة نبعد على استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة من شاوس السنتوري سيكوريتي بنسبة للمقاعد الأمامية والمقاعد الخلفية حتى تتعدى ليلة رأس سنة ميلادية بدون حوادث إن شاء الله عملية تفتيش مكثفة لمختلف أنواع السيارات في مختلف النقاط الهمة والحساسة كنقاط الاستخلاص على الطرقات السيارة بالتوازي مع عمليات التحسيس والتوعية بضربة تفادي كل ما من شأنه أن يتسبب في تهديد حياة الأفراد نحاولون أن نرافق المواطنين في ذهابهم إلى النزل أو الاحتفال مع الأسر متاحهم بهذه المناسبة ونحاولون أن نعديوا دي مساج بوزيتيف مش فقط لهنا بش نخوفوهم لا بش نقولهم مرأة بش تمشي وتفرحوا ونفرحوا معاكم ويرشعوا سلامات بحول الله فقط للتذكير نذكرون بأشياء لابد أنهم ينتبهو لها الكل يجي في إطار معاذة شهود الدولة والأجهزة الأمنية المرورية لخفض حوادث المرور خاصة إذا نشوفوا الأحصائيات مرتفعة ومرتفعة جدا وهذاك عليش يخلي لازم وجوب تكاتف المجهودات هذا وتتواصل هذه الحملة على طرقاتنا على مدار الساعة المقبلة خاصة مع العودة الجماعية بعد احتفالة رأس السنة الإدارية الجديدة إضافة إلى العودة المدرسية وتأمينا للاحتفالات بليلة رأس السنة الإدارية أجرى وزير الداخلية توفيق شرف الدين والقيادات الأمنية العليا مساء أمس متابعة مباشرة من قاعة العمليات المركزية بالوزارة عبر تقنيات الحديث لتمركز وانتشار مختلف الوحدة الأمنية ونقاط العبور المهمة على كامل تراب الجمهورية قصد الوقوف على جهزية الوحدات وأزداء التعليمات الحينية كما تنقل الوزير مرفوقا بالقيادات الأمنية العليا إلى عدد من الدوريات القارة والمتنقلة الساهرة على سلامة تونسين والأجانب لرفع المعنويات ومشاركة وحدات الأمن والحرس الوطنيين ووحدات الحماية المدنية القيام بواجبهم بعيدا عن عائلاتهم وتهنيئتهم بحلول السنة الجديدة وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة وبدوره أدى وزير الدفاع الوطني عمد مشيش مساء أمس زيارة تفقدين لمنشأتين عسكريتين بالعاصمة أين عاين ظروف العمل بهما وجهزيتهما المادية والمعنوية إذن حركية مرورية كبيرة شهدتها المدن التونسية ليلة رأس السنة على غرار جزيرة جربا التي شهدت توافد السياحة تونسين والأجانب على النزل والمنشأة السياحية بالجهة جزيرة جربا وجهة سياحية متفردة بسياحية الأوفية وحرفائها العائدين الدائما إليها لقضاء المناسبات المميزة فالاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الإدارية من ذلك هذين السائحين الجزائرين الفرنسيين العائدين إلى جزيرة جربا للاحتفال بالعام الجديد شأنه من فرنسا وموضو سولين إلى النزل استقبلون بحفاوات كبيرة ونحن سعداء بزيارتنا جزيرة جربا سياح أو فياء عائد وآخرون يأتون للمرة الأولى وفي كل مرة حرص من المهنيين على تجويد الخدمات والاستجابة لمختلف المستجدات ولسيما منها الصحية وتأمين السلام المرورية لكل الزائرية الجزيرة كما عودنا للحرافات متاعنا عودناهم على الجودة وضيور هكذا كما شفتوا عنا بلوزيور كليون في دي اللي جاوا بحذانا في السيزان متع الصيف اللي هي جاة اكسبسيونيلاً صعبة شوي لكن حابوا جيوا بحذانا توا في رصعا وكما تشوفوا الخدمات قاعدة دي ما تتحصل وقاعدين زادة نحتربوا في البرتوكول سانيتير بلوس لجاست باريير الليلة بالذات حملة خاصة قمنا بتلادها حملات الحملة الأولانية في مدنين الثانية في مدخل الجنطرة والثالثة في مفترق رونديفو وحاولنا احنا بشقوم بحملة تحسيسية كما كل عام بلترسل عام نحوث السواق على استعمال حزام الأمان على سياقة تحتذير حالة كحولية عدم الإفراد في السرعة في جزيرة جربة عام جديد يقبل ومعه الأمل يتجدد لتطوير القطاع السياحي وضمان دينوته ونشاطه على كل العام في خبرنا خراكدت وزارة الصناع اليوم أنه سيتم فتح بحث تحقيقي من النيابة العمومية للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق الذي اندلع أمس بالفضاء المخصص لتخزين مادة الحلفاء التابع للشركة الوطنية لعجين الحلفاء بولاية القصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن النيران أتت على مساحة محدودة لا تتجاوز 200 متر مربع من مكان خزن نبتة الحلفاء حسب تقديرات الأولية للمؤسسة دون تسجيل أي خسائر مشيرة إلى أنه تم تكليف إدارة السلامة الصناعية بالوزارة بإجراء تدقيق حول ملبسات هذه الحادثة وكان حريق نندلع أمسي مع حولي الساعة التاسعة إلا ربع بمنشر حلفاء بالمحيط الخلفي لمصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لعزل النيران عن المعدات داخل الشركة وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين العميد يوسف العافي في تطورات الوضع الوبائي ببلادنا أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفات جراء فيروس كورونا تم تصريح بهم أوليا بتاريخ الخميس الثلاثين من ديسمبر المنقذي وثمانمائة وأربعة وستين تحليلا إيجابيا من مجموع تسعة عشر ألفا وستمائة وستمائة وستين تحليلا مخبريا لتبلغ بذلك نسبة تحليل الإيجابية اليومية أربعة فاصل تسعة وثلاثين بالمئة وفي ظل ما تشهده المستشفيات من ضغط بسبب جائحة كورونا وتأثير ذلك على الإطارات الطبية وشبه طبية يبدو أن تحسين ظروف الصحة والسلام المهنية من أبرز مهام وحدات طب الشغل بمختلف المؤسسات الاستشفائية ولعل وحدة طب الشغل بزوان خير مثال على ذلك من حيث الإحاطة بالأطباء ومساندتهم متابعة صحة العمال وحمايتهم من الأخطار المهنية التي يتعرضون لها والمساهمة في تحسين ظروف الصحة والسلام المهنية بأماكن عملهم هي أبرز مهام وحدات طب الشغل بمختلف المؤسسات الاستشفائية وحدة طب الشغل بزوان كان لها دور مهم في الإحاطة بالإطارات الطبية وشبه طبية بالمستشفى خاصة مع ما شاهده المستشفى من ضغط خلال جائحة كورونا كان بالنسبة للتوسكي جهوي كان تحنى استباقية قبل المقرر كما قلت لك معناها السويد للحالات المرضة متع الكوفيد بالنسبة لأعوان الصحة للحالات النفسية بعد ما فقدوا حد من العائلة ولا المرضى اللي تلهوا بيهم فأحنا عملنا من لوب الكلب دينا عملنا حصص مناهة عنا ثلاثة إخصائيين في علم النفس وعملنا حصص لماعناها باش نحوك الضغط اللي يتعرضون لأعوان عملنا حصص عن مستوى مستشفى جيهو بزغوان عملنا حصص عن مستشفى محلي بن نظور ثم لما سنحت الفرصة بعثنا وحدة لتب الشغل وكنا سبقين على مستشفى جيهو وعلى مستشفى الوطني في بعث الوحدة هذه وكانت في مباعة تناغما مع القرار اللي هبطوا سيد وزير الصحة المقرر بعدها بطلي أنه لا ضرورة أنه إيجاد معناها وحدة لتب الشغل في كل الهيئة الصحية العمومية ومنذ بعثها في جانفي في سنة 21 و2000 ساهمت هذه الوحدة في الإحاطة ومساعدة الإطار الطبي وشبه طبي وحدة الطب الشغل كانت مستشفى ندالينا خاصة في الإحاطة الإحاطة النفسية بالأعوان كسوية الأعوان اللي متلقاوش المرض باش نشجعوهم باش يقبلوا المرضى خاطر إثارين أن نحلوا برشة أقسام في المستشفى مثلا المستشفى ولا بخيسك 80% يقبل في مرضى الكوفيد باش تحفزهم باش تنحيلهم الخوف لانكسيتي لدي بخيسيون دون كذلك يستحقوا دعم خاطر قاعدوا يخافوا وقت اللي يرجعوا ليعاودوا يمرضوا يمرضوا عائلتهم أما فما برشة ديسيكال متاع الكوفيد طوى معروف في العالم كامل اللي الكوفيد يخلي ديسيكال عند المرضى كسوية دونكسيتي قلة النوم الثيرابات في النوم الثيرابات حتى في التركيز قلة التركيز دونك زادة هذنك يزمن إحاطة نفسية اللي تم توفيرها بوحدة طب الشغل بالمستشفى ووفق رئيسة قسم الاستعجالي والانعاشة الطبي بالمستشفى الجهوي بزغوان فقد تم منذ مارس عشرين والفين وإلى غاية السادس عشر من ديسمبر الجاري إيوى أكثر من ثلاثة ألاف مريض بهذا المستشفى منهم مائة وخمسون احتاجوا الإيواء بقسم الانعاشة الطبي اتلقت الاستشارة الوطنية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعية أعلنها في ثلاث عشر من ديسمبر من سنة احدى وعشرين والفين وذلك عبر عمليات بيضة تمتد على مدى أسبوعين بدور الشباب كافة الولايات كفترة أولى للاختبار على أن تنطلق فعليا وللعموم يوم الخامس عشر من جافي الجاري وفق ما صرح به وزير تكنولوجيات الاتصال نيزار الناجي في نشرة اخبارية للوطنية وبتكليف من رئيسة الحكومة نجلة بودن أعطى كل من وزير تكنولوجيات الاتصال نيزار بن ناجي ووزير الشباب ورياضة كامل ديجي صباح اليوم إشارة انطلاق العمليات البيضة للبوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية بعدد من دور الشباب على غرار المركب الشبابي ورياضي بسيد حسين من ولاية تونس كما تحول الوزيران إلى دار الشباب خمسة شكتوبر بولاية بن زرت أي نواكب عملية إقبال الشباب على المشاركة في الاستفتاء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة وتتوصل هذه الاستشارة التي تتم بواسطة منصة إلكترونية تفتح للعموم إلى غاية عشرين مارس القادم كما سيتم إثر ذلك تقديم التقرير الأولي لتأليف مخرجات هذه الاستشارة ويتطلب الدخول إلى موقع المنصة الحصول على رقم سري صالح لفترة قصيرة يتم الحصول عليه عبر رسالة نصية ترسل للمشارك بعد تكوينه لخدمة نجمة 1712 دياز متبوعة برقم بطاقة التعريف الوطنية وذلك لضمان المشاركة الفردية وخصوصيتها مع حفظ هوية كل مشارك وحرية إجابته على الأسئلة بشكل اختياري نسيج الماركوم حرفة أصبح الاندثار يهددها خاصة أنها تواجه إشكاليات في الترويج والتعريف بها وفي ولاية التطوين تم بعث مشروع تريغ الماركوم يتمثل في تركيز خمس نقاط بايع لمنسجات نساء تطوين في قورا مختلفة من الولاية جازية هذه المرأة الجبالية بمنطقة رسلواد بتطوين لتجزال تجلس وراء المنسج متشبثة بصنعة أجدادنا كتشبثها بالعيش في قريتها ساعات عديدة وهي تنسج مرقومها الذي يحتاج أشهر عديدة لإنهاء نسجه نسيج بدأ يندثر وما بقي منه يعاني إشكاليات في الترويج والتعريف به إشكالية البحث عن مساعدة هذه النساء في المحافظة على نسج المرقوم بتطوين والتعريف بمنتوجاتهن كان هدف مشروع تريغ المرقوم حيث تم تركيز خمس محطات بيع للمنسجات النسوية في قرى مختلفة من ولاية تطوين فكرة باهية وكل تشجع القرية وكل إنساء اللي في عوض بشي يقعدوا يعني نقولوا نحن يخدموا المنتوج متاعهم غادي المرقوم في الديارهم وكل يجيوا لهنا المحطة هذه لهنا يبيعوها للكليونات وفرصة للسياح باش يجيوا يعرفوا المنتوج متاعنا متاع المرقوم هذا الدويري ثقافة استعمال المرقوم لم تعد تقتصر على الجانب الاجتماعي للمجتمع المحلي فقط بل تجاوزه الاستعمالات في التزويق الداخلي لدور الظيافة والنزول وحتى المنازل الحديثة وذلك من أجل تثمين منتوج نسج المرقوم احنا خدمنا على خمسة مناطق في تطوين اللي هما اشنيني قرماسة دويرات رسلوا دوير 30 اللي فيهم غادي ثقافة المرقوم مزالت موجودة ومزالت الناس معناها تخدم في المرقوم دونك حبينا انصلتوا على الضوء على الصنع هذية وعلى زدة كيف كيف معناها الثقافة ككل يعني اللي وراها التقاليد الاثار متاحة على العائلات على الأشخاص الكلين دي جار جعل الحاجات اوتانتيك يعني الحاجات اللي هي زمنية الحاجات بالضبط ما عاشي لاوجع لحاجة شيميك بدي برودوي شيميك ما عاشي لاوجع لحاجة مودرنية زيمة قد ما هي تكون اوتانتيك وما تمشي مع العمار ديكور متاعها طريق المرقوم هذا المسروع انجزة من طرف جمعية إيليف بتطوينة في إطار برنامج تفنن بدعم من الاتحاد الأوروبي مشروع تم فيه إصدار كتاب تضمن التعريف بثقافة المرقوم العريقة من طريقة نسجه ومواده الأولية وإبرز أشكاله المختلفة من الرقم فقد يكون الطريق بعد هذه المرحلة العمل على تسجيله في قائمة التراث الوطنية ولما لا التراث العالمي اللامدية هكذا لصل أبو شهدين إلى ختاب دشتنا نشكر متبعتك وإلى لقاء اشتركوا في القناة